موسيقى موسيقى أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة نبدأها بأبرز العنوين التي تداولتها الصحف العربية ومواقع الأخبار موسيقى أدوية ضد الصدمات النفسية أرسلتها الأمم المتحدة إلى تعز موسيقى احتجاجات للمعلمين في مدينتي ذمار وتعز للمطالبة بصرف رواتبهم موسيقى يساعد على تجاوز الاختلاف في اللغة موسيقى وفي أكثر أخبار الصحف العربية قراءة الشرطة تعثر على لاجئ سوري مختبئ في حقيبة سفر في جزيرة يونانية موسيقى البداية من تعز حيث نقل موقع الموقع بوست عن منظمة الصحة العالمية إعلانها عن وصول أول شحنة أدوية ومستلزمات طبية إلى تعز منظمة الصحة العالمية أعلنت عن نجاحها في إيصال أول شحنة من الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية إلى تعز في اليمن وذلك عبر خطوط القتال ولأول مرة منذ بدء النزاع في اليمن حيث يوجد أكثر من 350 ألف شخص بحاجة ماسة إلى خدمة صحية وقالت المنظمة في بيان إن الشحنة عبارة عن ثمانية أطنال من الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية الأخرى ومنها أدوية خاصة بالصدمات النفسية وأدوية حالات الطوارئ وأنواع مختلفة من السوائل التي تعطى عن طريق الوريد ومجموعة خاصة بالالتهاب الرئوي وأشارت المنظمة الدولية إلى أنه سيتم توزيع تلك الإمدادات إلى المستشفيات الرئيسية والمرافق الصحية في ضواحي تعز والتي تعاني وتواجه زيادة في أعداد المرضى بسبب تدفق النازحين مع تراجع عام للخدمات الصحية فشل اجتماع عقدته قيادات ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بمعلمي مديرية المشنة بمحافظة إب وقالت مصادر تربوية للصحوانت إن اجتماعا عقد السبت في صالة مدرسة الشعب مع عدد من المدراء والوكلاء والمدرسين في مديرية المشنة مع مدير المديرية ونائب مدير مكتب التربية المعين من قبل الانقلابيين بهدف إنهاء الإضراب بالمشنة بمدينة إب وقال الموقع حاولت قيادة الميليشيا الانقلابية التبرير والهروب من وعود سابقة قطعوها للمعلمين ومدراء المدارس بحل مشكلة المرتبات نهاية فبراير والتي لم تتحقق وقال نائب مكتب التربية بأنهم سيصرفون سلالا غذائي للمعلمين وهو ما قبل بالرفض من المدرسين حيث قطعه أحد المعلمين بالقول نحن لا نريد الصدق من أحد ونريد مستحقاتنا بصفة رئيس نقابة موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحمل الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية المسئولية الكاملة عن الحال الذي وصلنا له وعن معاناتنا طيلة الشهور الستة هذه ونحن نصارع الموت جوعا هكذا تكتب النقابية أروى الغرافي مقالها في الاشتراك نت معاتبة زملائها في الاتحادات النقابية تأخذوا لهم تجاه ما يتعرضون له في صنعاء وقلت في جزء من المقال نفذت عدة نقابات بشكل فردي وفي بداية الأزمة المالية التي يعانيها يمننا الحبيب اعتصامات استنفذت فيها كافة الإجراءات اللازمة ووصل الحال لحد الاعتقالات للنقابيين والموظفين من داخل مؤسساتهم الحكومية وتم تلفيق عدد من التهام لبعض النقابيين وممارسة التهديد والتعسفات بحقهم والاتحاد العام للنقابات واتحاد نقابات العاصمة صنعاء لم يحرق ساكنا وخذل الحركة النقابية التي دائما ما يتغنى ويردد بأنها حرة ومستقلة وستظل لم أعد أجد مانع من سرد تفاصيل معاناتي والتعسفات والاتهامات وحملات التحريض والتشهير والتهم التي وجهت ضدي وأتم رفع بشكل رسمي بقضايا تمسو أمن الدولة وحين بدأت طرح معاناتي وما تعرضت له من تعسفات وخدلان من قبل الاتحاد تفاجأت بردة فعل قوية ضدي ووقوفهم إلى جانب من خذل العمل النقابي وقتها لم أجد من طريق أمامي سوى الحفاظ على نقابة موظفي وزارة التعليم العالي وأخوفا من ضياع حقوق موظفي الوزارة بيد من تلاعب بالعمل النقابي وبثقة زملائهم أما فيما يخص بقية الانتهاكات والتعسفات وحملات التحريض والتشهير والتهديدات التي تعرضت لها من قبل قيادة وزارة التعليم العالي المعينة من قبل اللجان الثورية فلم يتحرك الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية ويتفاعل معها حتى ببيان وببضع كلمات تأخذ من بين السطور بل على العكس تماما كان موقفه سلبيا تجاه من أصدر بيانات تأييد ومناصرة فردية يعيش اليمنيون أوضاعا صعبة جراء توقف صرف رواتبهم ما جعلهم يخرجون للشوارع للتظاهر والاختجاج في مختلف مناطق الجمهورية للمطالبة بصرف مرتباتهم وبهذا عنون موقع المصدر أونلاين وقال احتجاجات للمعلمين في مدينتي ذمار وتعز لمطالبة الحوثيين والحكومة بصرف رواتبهم حيث احتجت العشرات من المعلمات في مدينة ذمار للمطالبة بصرف رواتبهم كما تظاهر العشرات من المعلمين في مدينة تعز للمطالب ذاتها مصدر محلي في ذمار قال للمصدر أونلاين إن المعلمات نفذن وقفة احتجاجية أمام مكتب المحافظة التي يسيطر عليها المسلحون الحوثيون وقوات صالح للتنديل باستمرار قطع الرواتب محافظة ذمار تشهد أغلب مدارسها إضرابا مفتوحا عن التدريس لجميع المعلمين والمعلمات منذ أكثر من أسبوعين أما في محافظة تعز تظاهر العشرات من المعلمين في شارع جمال وسط المدينة احتجاجا على عدم صرف الحكومة اليمنية رواتبهم التأخر في صرف رواتب الموظفين بمحافظة صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين يرجع إلى اكتشاف أخطاء في كشفات الرواتب التي تسلمتها الحكومة هذا ما قاله السكرتير الصحفي لرئيس الجمهورية والذي أضاف لموقع المشاهد نت اللجنة الحكومية اكتشفت أخطاء في الكشفات التي تسلمتها واتضح أن الحوثيين قاموا بالعبث بكشفات رواتب موظفي الدولة بما فيها كشف 2014 وأوضح غمدال الشريف أيضا أنه تم تشكيل لجنة فنية من وزارتي المالية والخدمة البدنية لتصحيح كشف الرواتب وقال الشريف بالنسبة لصرف الرواتب في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين يجري التأكد من صحة الكشفات بعد اكتشاف مئات من الموظفين الجدد تمت إضافتهم من قبل سلطات الحوثيين خلال الحرب وأكد الشريف أن اللجنة تعكف على مراجعة كشف الرواتب مشيرا إلى أنه تم إنجاز كشفات بعض الجهات ويجري التأكد من الكشفات المتمقية الصراع اليمني إمكانية الحل في ظل التصعيد تحت هذا العنوان أتت دراسة المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في صحيفة العرب الجديد وجاء في أجزاء منها بعد أكثر من عامين على اندلاع الحرب اليمنية إثر سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 ثم انقلابهم على الرئيس عبد الرب منصر هادي وتوجههم إلى الجنوب مطلع عام 2015 تمكنت حكومة الرئيس هادي للمرة الأولى منذ رد هجوم المتمردين على عدن من أخذ زمام المبادرة والانتقال من الدفاع إلى الهجوم فقد تمكنت قوات الجيش الموالي الحكومة من تحقيق تقدم على ثلاثة محاور رئيسية بصورة متزامنة تقريبا الأول في اتجاه محافظة صعدة معقل جماعة الحوثي والثاني في مدرية نهم شمال شرق العاصمة صنعاء حيث حققت قوات الحكومة اختراقات مهمة غير أن الإنجاز الأهم كان في المحور الثالث حيث تمت السيطرة على ميناء المخى في إطار ما أطلق عليه اسم عملية الرمح الذهبي التي تستهدف فرض سيطرة الحكومة على كامل الشريط الساحلي الممتد على طول البحر الأحمر غربي البلاد مع أهمية ما تم إنجازه خلال شهر الثلاثة الماضية في إطار عملية الرمح الذهبي والاختراقات الكبيرة التي يحققها الجيش الوطني في منطقة باقم في محافظة صعدة تطرح التساؤلات هل تمثل التطورات الميدانية الأخيرة جزءا من خطة شاملة لهزيمة تحالف الحوثي صالح واستعادة العاصمة صنعاء أم هي عملية عسكرية محدودة فرضتها التهديدات المتكررة التي تمثلها جماعة الحوثي لحركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر لا سيما بعد مهاجبة المدمرة الأمريكية يو اس اس ماسون وهل ستمثل عملية الرمح الذهبي بداية الانفراج يمني خلال عام 2017 سواء على الصعيد السياسي أم الميداني قال المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين في العاصمة عدن المهندس قائد راشد أنعم لموقع عدن العاصمة أن جهودا تبذل حاليا لاستكمال إعادة تأهيل وتشغيل 26 حديقة عامة يشرف عليها الصندوق في كافة المديريات والتي تضررت جراء الحرب الظالمة وتعرضت للتخريب والدماري والنهب وأضاف أنعم عملنا منذ انتهت الحرب على إعادة تطبيع الحياة في حدائق عدن وفتح أبوابها وتم حتى الآن وبتوجيه ورعاية مباشرة من محافظ عدن افتتاح مجموعة من الحدائق تصاعدت فعاليات إضراب أساتذة جامعة صنعاء لتصل ذروتها للمطالبة بتغيير رئيس الجامعة المعين من قبل الحوثيين الدكتور فوز الصغير والتوعد بمقاضات لحكومتي بن حبتور وبندغر معا وصوت أعضاء هيئة التدريس في اللقاء التشوري الموسع الذي عقدته الهيئة الإدارية للنقابة على مقترح تقدم به أحد الأساتذة طلب فيه الهيئة الإدارية للنقابة بالتصعيد احتجاجاتها لترحيل رئيس الجامعة باعتباره غير شرعي وتم تعيينه وفرضه بالقوة وبمخالفة لقانون الجامعة ولائحته التنفيذية وأكد اللقاء على الاستمرار في الإضراب وعدم الرضوق لأي ضغوط أو تهديدات لكسره معتبرين أن الإضراب سلوك حضاري وفعل مدني متقدم مكفول في الدستور والقوانين النافذة وحق لا يجب التراجع عنه إلا بتحقيق كافة المطالب وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا حين تتجه بناظريك إلى ما هو حولك تكتشف جمال كل شيء تتعرف من خلال ما شاهدت قانونا واحدا من القوانين المعرفية تعرف كيف امتزجت هذه الحياة بألوان البشر المختلفة ستعلم عندها أن الأقرب منك أن وضعنا العالم بين يديك أهلا بكم من جديد خلقت فكرة تطبيق الترجمة الصوتية الفورية من معاناتي يقول ماجد العجمان للعرب الجديد ويكمل أنه عجز عن التحدث إلى الأجانب أو التواصل معهم بسهولة نتيجة عدم إلمامه باللغة الإنجليزية فخطرت فكرة المشروع على باله بيد أن أوضاع الحرب في اليمن عرقلت تنفيذها يتابع ماجد أنه هاجر إلى باليزيا كونها الخيار الوحيد الذي بقي أمامه لما أن جميع الدول كانت مغلقة في وجهه وهناك أطلق تطبيق أوديل في أواخر عام 2016 وهو منصة تواصل اجتماعي تهدف لكسر حاجز اللغة وتوفير خدمة الترجمة الفورية للصوت والرسائل بغض النظر عن لغة المتكلم يقول ماجد أن البشر يبدأون في تعلم أي لغة بشكل مبتدئ ويتطورون مع الوقت كذلك يعمل نظام الذكاء الصناعي في جوجل وتطبيق أوديل ونلاحظ هذا التطور في الترجمة على جوجل من العربية إلى الإنجليزية أو العكس واللافت أن التطبيق جذب مئات الآلاف من المستخدمين خول العالم في فترة قصيرة وتمكن من جمع ربع مليون دولار لتمويله سياسياً عنونت صحيفة الاتحاد الإماراتية في صفحتها المختصة بالشأن اليمني واشنطن حملة العسكرية في اليمن تهدف للقضاء على القاعدة وداعش السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولار قال إن بلاده تشن حملة عسكرية قوية على تنظيمي القاعدة وداعش في اليمن أوضح تولار في تصريح صحفي أن هدف العملية هو تحطيم هاتين المنظمتين الإرهابيتين التي لم تجلب لليمن سوى الموت والخراب والإيغال في القتل وإلحاق الأذى ببقية دول العالم ومن ضمنها البلايات المتحدة تولار دع الأطراف اليمنية إلى القبول بالحلول السياسية والأمنية قائلا إن الحكومة الأمريكية لا تزال تطالب بالوصول إلى حل للصراع في اليمن كما هو من دون تغيير في إشارة إلى مبادرة كيري ذكرت مصادر سياسية لصحيفة القدس العربي أن مؤشرات قوية بدأت تتصاعد حول دخول اليمن نحو المجهول مع العجز عن حسم المعركة عسكريا خلال أكثر من عامين وزاد من تعقيد القضية دخول القوات الأمريكية مؤخرا على الخط وإن بطريقة غير مباشرة قالت القدس العربي إن اليمن يتجه نحو المجهول بكل المقاييس جبهات مفتوحة وغير محسومة في كل المناطق وترحيل الأزمات وإرجاء عمليات الحسم لأجل غير مسمى لأسباب سياسية لا عسكرية توضح الصحيفة كل هذه المعوقات مجتمعة أو متفرقة تقف حجر عسرة أمام محاولات حسم الأمور في اليمن وتساعدها في ذلك أيضا عدم وحدة الجبهة الداخلية لدى السلطة الشرعية العالم يحترق بينما يضيع فريق ترامب الوقت ويتعثر تحت هذا العنوان كتب شيبة كروكر في فورين بوليسي نتابع كانت الأمم المتحدة قد قرعت مؤخرا أجراس الإنذار مرة أخرى حول الأزمة الإنسانية في اليمن محذرة من أن هناك سبعة ملايين شخص قد يكونون تحت خطر المجاعة ومتحدثة عن طيف مجاعة محتملة في ذلك البلد وبعد مضي ثلاثة عوام ما تزال الحرب الأهلية في اليمن تستعر بينما توقفت الجهود الدبلوماسية لإنهاء السرع والتي تمت تحت قيادة مبعوث قادر خاص للأمم المتحدة وكما دعا جون فاينر قبل أسابيع قليلة فإن من الممكن أن يقدم وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون على جهد دبلوماسي مبكر من خلال الدفع بعربة الجهود المتوقفة من أجل وضع حد للحرب الأهلية في اليمن مع ذلك تركز إدارة ترامب بدلا من ذلك حتى الآن على تحذيرات غامضة لكنها تشير إلى نذر موجهة إلى إيران والتي تجعلها قيد الإشعار ومشيرة إلى غارة خطيرة وغير ناجحة أفضت إلى مقتل جندي في البحرية الأمريكية والعديد من المدنيين اليمنيين وكما هو الحال بشأن سوريا أصدرت الإدارة حتى الآن تأكيدا كبيرا على جهود مكافحة الإرهاب المنفصلة والتي تتصل أيضا باليمن لكن عليها أن تضع علامات يمكن ملاحظتها فيما يتعلق بأي دور قد تلعبه في المساعدة على إنهاء الحرب الأهلية الوحشية في اليمن من الجدير التذكر أيضا أنه بينما تطيل واشنطن التعثر فإن ملايين الناس يظلون عالقين في صراعات وحشية حول العالم ومن المحتمل أن يواجه تداعيات فضيعة قد لا تنتظر بينما تشخص إدارة ترامب الدور الذي سوف تلعبه على المسرح العالمي وكما لاحظ ديمستورا من الأمم المتحدة في تفسيره لدفعه في اتجاه استئناف المباحثات حتى في غياب معرفة ما ستكون عليه استراتيجية الولاية المتحدة فإنه في الأثناء يستمر التاريخ في الموضي قدما شبكة البي بي سي عنونت الجفاف في الصومال الجوع يقتل أكثر من مئة شخص خلال ثمان واربعين ساعة بحسب رئيس الوزراء حسن محمد خيري لقي مئة وعشرة أشخاص حتفهم بالجوع أو جوعا في منطقة واحدة بالصومال خلال ثمان واربعين ساعة يأتي ذلك وسط موجة جفاف شديدة تضرب البلد الأفريقي وهذه أول حصيلة رسمية تعلنها السلطات خلال الأزمة ولم يكشف أو لم يكشف بعد عن الآثار الكلية لموجة الجفاف التي تضرب البلاد حاليا وتعرب منظمات إنسانية عن مخاوفها من حدوث مجاعة شاملة في الصومال صحيفة الإمارات اليوم قالت في أحد مواضعها الأكثر قراءة إن قوات خفر السواحل اليونانية عثرت على لاجئ سوري مختبئ في حقيبة سفر يحملها مسافران اثنان كانا ينتقلان من جزيرة لسبوس اليونانية إلى العاصمة أثناء على متن عبارة بحسب ما أعلنت السلطات تتابع الصحيفة أوقف الشاب البالغ من العمر 24 عاما ومواطنا الذين كانا يحاولان مساعدته على الانتقال خلصة إلى أثناء وهما امرأة في الأربعين من العمر وشاب في الثالثة والعشرين وكان الشاب يحاول مغادرة الجزيرة بحثا عن فرصة عمل وإقامة في أثناء ولسبوس واحدة من خمس جزر في بحري إيجا مشمولة باتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي للحد من تدفق اللاجئين عبر اليونان السلطات اليونانية تقول إن 7616 لاجئا عالقون في هذه الجزر منذ توقيع الاتفاق ويشكل مصير هؤلاء اللاجئين معضلة للسلطات اليونانية فهي ترغب بنقل بعضهم إلى مخيمات في بر اليونان لكن الاتحاد الأوروبي يعارض هذه الخطوة حاليا ومن بين الأخبار الأكثر تداولا في الصحف العربية اليوم ما جاء في صحيفة الحياة اللندنية ترامب يتهم أوباما بالتجسس على هاتفه وقالت التفاصيل بعد فترة هدوء استمرت أسبوعا عاد الرئيس دونالد ترامب إلى سياسة المناكفات والحملات واتهم سلفه باراك أوباما بالتنصط على هاتفه خلال حملة الانتخابات الرئاسية وأثار ترامب عاصفة سياسية بتغريداته الصباحية على تويتر ناعتا أوباما بأنه شخص سيء أو مريض وقال إلى أي مستوى نزل الرئيس أوباما ليتنصط على هاتفه خلال العملية الانتخابية المقدسة جدا وأكد متحدث باسم أوباما أن الرئيس السابق لم يأمر بتاتا بالتنصط على أي مواطن أمريكي أصبحت جزر مارشال في المحيط الهادي أول دولة تصدق على الاتفاق المعلن في عام 2016 للحد من استخدام الغازات القوية التي تنتجها المصانع وتساهم في ارتفاع درجات الحرارة في العالم وقالت سلطات هذه البلاد التي يقتلها 53 ألف نسمة إنها معرضة للخطر بسبب التغير المناخي إذ يواجه سكان خطر ارتفاع مستوى مياه البحر نتيجة ذوبان الجليد وتحت عنوان جزر مارشال حتى تبقى على قيد الحياة نشرت صحيفة العرب الجديد مجموعة من الصور لهذه الجزيرة نتابع ترجمة نانسي قنقر بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر